بعد أن كانت أحياء صاخبة بالفرح باتت الحياة تتسرب في حي الجحبلية وسط مدينة تعز كما هذا المطر حيث تقطن عشرات الأسر تحت أنقاض منايات مدمرة وتقتات على ما تبقى من حلم يجنبهم شقاء الحياة كما يتشبتون بنافذة أمل عابر إليهم رغم عتمة الواقع المرير وعبر شقوقه تكمن معاناتهم وفرصهم للبقاء على قيد الحياة رمضان هذا عندنا ماهش رمضان نحن قاسم بك خرابة والمطر لفوقنا ما معنش حتة فراش شوفوا ما معنش حتة فراش نفرش المهم حالتنا حالة تعبنا هم يسلموا حاجات وإغاثات ونحصلش لا إغاثات ولا نحصل فراشات ولا نحصل حاجة هكذا تمضي مناسبة شهر رمضان في أحد أكثر أحياء مدينة تعز دمارا لمئات الأسر التي وقعت بين جحيمي الحرب والجوع الفاقة والخدلان الذي فاقمه تقاعص السلطة المحلية المعنية بوضع معالجات لمعاناة مئات الآلاف من السكان كما تضاعف مع غياب دور المنظمات الإغاثية الأماكن كما ترونها كلهم دمراء ولكن فيها ناس ساكنين ناس يعانوا ناس يناموا الليل وهم بطونهم خاوية لا يجدون حتى قرص الروسي لا يجدون حبة البندول يتدبر ساكن هذا الحي معيشة أيامهم الرمضانية بعد أن اشتدت الحرب على تخوم منازلهم وقراهم ليجدوا أنفسهم في وضع قاس حيث تدور سنوات الحرب ومعها تشتد وطأة معاناة المواطنين التي تدجل صورتها في هؤلاء الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم على هذا النحو ومن غير أي مساعدات إنسانية أجبرت الظروف المعيشية الصعبة معظم سكان حي الجحملية أن تمسي مائدتهم الرمضانية بضع حبات من التمر والقليل من الزاد ما يضاعف فيهم مشاعر الوجع والقهر من سنوات الحرب وغصة الحصار والنزوع محا علي قناة بلقيس من حي الجحملية تعيس